أكد الأمين العام لمجلس الشورى المستشار سامة أحمد العصفور أن ذكرى التصويت على مثاق العمل الوطني تؤكد في كل عام إنجازات مملكة البحرين المستمرة وانطلاقها للمستقبل نحو عصر جديد من الديمقراطية والانفتاح السياسي أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلال الملك حمل بن عيسى آل خليفة آهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى شعب البحرين الكريم مناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني التي شكلت انطلاقها لمرحلة جديدة من التنمية والإصلاح عكست حكمة ورؤية جلال الملك المفدى للمستقبل وتميزت بكل التطلعات للمواطنين وحققت النهضة الشاملة التي نجني ثمارها اليوم ونسأل الله المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة وعلى شعب البحرين الكريم بمزيدا من التقدم والرخاء